تداول نشطنا على مواقع تواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر ثلاث سنوات تتحدث فيه بكل عفوية عن ما شاهدته من أهوال الحرب والقصف المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي قبل نزوحها مع أهلها فلنتابع الحرب والقصف المستمر من جانبها نمو إلينا من شنات من القاهرة طفلها سارة عبد الحميد ووالدتها وأخوتها أيضا معنا كذلك سارة والأسرة كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله نحن بالخير وين بدأت وحسارة؟ مريم وهدى نحن بالخير الآن طيب قديش صار لكم بالقاهرة؟ تقريبا إن عشرين يوم بالقاهرة طيب أم سارة وأم البنات الحلوين صراحة فيديو سارة يعني ما لا مواقع التواصل الاجتماعي وهي بتحكي هيك بعفوية شديدة وبتحكي للدنيا شو اللي صار؟ فبدنا نسمعها، بدنا تقول لنا شو اللي صار معك يا سارة؟ سارة أمورها ثلاث سنوات، هي بتتكلم بعفوية مع أخواتها، ولكن حاليا حاليا صعب إنه تعبر عن الأمور هذه إلا إيه إحنا كنا نسأل يعني إذا سألناها طيب خلينا نسألها إذا إذا بقدر بقدر أسألها وبقدر تسمعني تفضلي سارة سارة كيفك حبيبتي؟ سارة حاسة عندها تشتت بال يعني حتى التركيز سارة، تحكي معك ماما طيب أنت بتقدري تحكي معها تخليها تحكي لنا شو اللي صار؟ سارة أنا بتهيالي إنه صعب إنه صارة تعبر عن هذا لأنه أحساها مش مركزة في اللقاء ممكن تتكلم مع مريم وهدى بكون أفضل طيب خلينا نسمع على مريم وهدى وحضرتك كمان إذا بدك تحكي لنا قديش أعدتوا قوى غزة وقت العدوان؟ وشو اللي صار معاكم؟ كيف طلعتوا؟ في العدوان إحنا فعلياً فترة الحرب خمسة وتسعين يوم عشناهم فترة صعبة جداً فوق ما تتصوري من ناحية نزوحنا من الشمال وتوجهنا بعد ذلك للجنوب معاناة شديدة كانت عنا فكانت عنا فترة نزوحنا لمنطقة الإنصرات تم القاصف وصار البيت عنا يعني نهار البيت كلياً إحنا طلعنا من تحت الأنقاض يعني فالأمور كتير كتير صعبة يعني صعبة جداً تخليني أسمع البنات يقولولي يعني إحنا شفنا صورة البيت والبيت زي ما قلتي انقصفوا كله متهدم وطلعتوا من تحت الركام وحالة الخروج من تحت الركام هي يعني أصبحت الحالة العامة في قطاع غزة فخليني أسمع البنات بدي أعرف منهم كيف تجربتهم كانت شو اللي صار لمن ضرب البيت كيف كانوا حسين طبعاً إحنا شعرين أنه برعب وخوف وإحنا طبعاً طلعنا من تحت النقاض وحسينا يعني طلعنا من الموت إحنا فعلياً وطلعنا من الموت ونزحنا أكتر من منطقة نزحنا لما طلعت من تحت الأنقاض كيف كان الواضح؟ كان الواضح كثير صعب طيب إذا بدها سارة تروح يا أم سارة إذا بدها تروح لأنه مش مرتاحة عادي بتخليها تروح بصراحة هي مش مفهوم نحن متفاهمين بس خليني أسمع طيب أحكيلي إيش كنتوا بتعملوا قبل ما ينقص في البيت إيش كنتوا بتعملوا كنتوا بتاكلوا نيمين صحيين إيش كنتوا بتعملوا بصراحة إحنا في هذا اليوم يعني كان شعوري كتير صعب إنه النوم كان النوم السائد في كل البيت جميع أفراد الأسرة كانوا نيمين لما صار القصف شعرنا إنه كيف أهوال يوم القيامة كيف يعني مش قادرة أوصف لك الشعور اللي أنا لليوم إحنا منعاني منه بصراحة إنه لما كتير شعور مش قادرة أوصف لك إياه إحنا لليوم منعاني من هذا القصف طيب بدي أسمع الصغيرة اللي قاعدة على الطرف هاي ما حكت ولا إشي أقولي لي إيش إسمك وشو اللي صار معكم يعني قبل ما ينقص في البيت لما نقص في البيت كيف طلعتوا أنا إسمي الخدى طلعنا من تحت الركام من أول ما طلعونا كنا حاسين بالرعب بالخوف كنا مش قادرين نتنفس بين الموت وإحنا مش عارفين كيف طلعنا بعجوبة كان أصعب كان أصعب مشهد إنه وهم بنقذوا فينا إنه يحكوا لك جميع أفراد الأسرة اللي في الطابق الأول تم استهدافهم واستشهدوا جميعاً في حدا عايش في الطابق الأخير كنا إحنا عايشين سكنين في الطابق الأخير فإحنا اللي نجينا من هذا الحادث المؤلم فاستشهدت حماتي وأخو زوجي وزوجته والطفلة عمرها السنة قتت بعد عشرين عاماً من الإنجاب واستشهدت أخته أخت زوجي تقريباً ست أفراد من العائلة تم استشهده فكان الموضوع إحنا لليوم دخلين بصدمة إنه مش مستوعبين اللي صار مش مستوعبين هذه كل الأحداث اللي إحنا مرينا فيها طيب بعد ما تركتوا البيت لأنه لأنه انقصف وطلعين من تحت الركام بدي حدا من البنتين يقول لي وين رحتوا بعد هيك يعني رحتوا على بيت تاني رحتوا على خيمة كيف كانت الحياة وإنتوا فقدتوا بيتكم ومريتوا بهذه التجربة تجربة القصف وتقريباً يعني طلعتوا من بين الأموات كان أصعب إشي كمان إنه أنا زوجي كفنهم وصلى عليهم ودفنهم كان لوحده ما كان فيه حدا لأنه كان الوضع كتير صعب كتير قصيف كتير كانت المنطقة مستهدفة كلها بشكل عام ما فيش مكان آمن في غزة وهي من المناطق الجنوبية بعد ذلك إنه إحنا توجهنا على منطقة رفح أخدنا قرار خلص وإحنا بالسيارة أخدنا قرار قصة الصفر إنه لازم نطلع من غزة ما نضل فيها يعني أمور كانت صعبة جداً طيب كيف طلعتوا يعني كان الأمر سهل ولا صعب؟ لا ما كان فيه إشي سهل إحنا حتى مسلك الطريق ما فيه إشي سهل كان طول اليوم قصف شديد كان قصف عنيف جداً فوصلنا في آخر محطة عنا وصلنا منطقة رفح تل السلطان تقريباً مكتنا في رفح مدة عشر تيام لما أجلنا طلع أسماء البنات عندي مريم وهدى نزل أسماءهم في كشف الصفر وأنا ما نزلش اسمي لا اسمي ولا اسم زوجي ففي المعبر حكولي أنت بتعدي بس زوجك ما بعدي فإشي صعب حتى أنه أنا طلعت على مصر وأنا أول مرة أسافر أصلاً من قطع غزة أنا والبنات هدى أول سفرية إنها السفرية مش طبعية طالعة بين من الموت طيب يا هدى ويا سارة والبنات آخر مرة شفتوا بابا كان متى بابا شفنا إحنا بابا قابل عشرين يوم قابل قديش كنا عشرين يوم إحنا صار لكم عشرين يوم ما شفتوا أبوكم طبعاً طيب واللي خليكم تشوفوا هلأ نكون مبسطين يعني بدي هدى قعدة هيك بدي إياها تشوف بدي أشوف وشها متخبية تحت خليها تطلع لفوق هيك شوي طيب قلت لكم اللي خلوكي تشوفوا بابا هلأ إيش تعملوا طبعاً هنفرح يعني هنكون مبسطين وجوه طب هيوا شايفكم وإنتوا شايفين ومفروض هيوا على الهوى معانا سامعنا معانا على الهوى من قطاع غزة عبد الحميد عبد العاطي والد سارة والد وهدى والد البنات أهلين ويعني البنات قالوا أنه وأمهم قالوا ما شفوك من شي عشرين يوم وحكوا طبعاً بخصوص القصف وكل المأساة اللي مريتوا فيها قبل كل شي سلم على بناتك أول حاجة شكراً لقناة الجزيرة على هذا اللقاء لأنه صراحةً يعني نت إلو خمسة أيام جاي على الغزة وإحنا بصعوبة يعني بنلاقي نتنا عشان موجود أنا الآن في مكان يعني حاولت بشتى السبل أن يكون في مكان فيه انترنت يعني بدل جهد خارج مساء الخير مساء الخير يا ليلى يا سارة يا هدى يا مريم بتمنى تكونوا بخير يا بابا وإن شاء الله نشوفكم قريباً رغم المعاناة هاي الكبيرة اللي احنا مرينا فيها أول حاجة اللي صار معنا شيء يعني فعلياً لا يتصوروا أي أحد يعني قبل كل إشي يعني سألتك كيف حالك بدي كمان هم يحكوا لك يعني احكوا مع بعض عادي كأنه بعرف أنه على الهواء وكل إشي بس خلونا الأول ناخد يعني يعني سواب النوت قابلته والله يشوف الواحد خجلان يعني أنا خجلان وأنا بحكي معاكم لأنه يعني عائلتي فقط ضحت بستة يعني أنا خجل أمام هذه التضحيات يعني في عائلات أبيدت وشطبت من السجل وبالتالي الحديث عن معاناتي فقط هو فيه نوع من الأنانية أنا قصة صغيرة بسيطة وجانبية من القصص والمعاناة اللي بنعاني فيها في غزة الحكاية أكبر وأصعب من أنه نوصفها بالكلمات جواتنا فيه كثير شروخ وجواتنا فيه إنسان آخر أنا مش أنا اللي بتحدث أنا بالمناسبة زميل صحفي أعمل في إذاعة صوت الوطن وكنت تقدم برنامج صوت الوطن فجأة وبدون صابق انذار صار اللي صار فينا في غزة وما حدث معنا وبدون صابق انذار فقدت أمي وأختي وأخوي وزوجته وبنته وخالتي كمان زوجة أبي في لحظة وفي ثانية يعني وأقل من الثانية بالمناسبة أخوي يعني أجته بنته الصغيرة كمان بعد عشرين سنة وبعد معاناة كبيرة الحدث جلل وإحنا طبعا يعني خرجنا من تحت الأنقاض تصوري أختي أنه بالإضافة كان لإصابات لبنات أختي منهم لغاية الآن في إصابة كسر في الحض لبنت أختي المشكلة والمأساة كبيرة ولازالت مستمرة ما أتعبني صراحة وما آلمني أنه يعني ما كانش حدا معانا وأنه المستشفيات مش قادرة على تلبية تلبية وتقديم الخدمات في قطاع غزة الجرحة بتم تخيير مين يعيش ومين يموت يعني الحكاية صعبة أنا بدلت جهود كبيرة يعني قبل ما أحكي عن الجهود الكبيرة بدي أحكي على أنه تصوري أنه اللي أمامك هو الذي كفن عائلته لوحده وهو الذي صلى عليهم لوحده وهو الذي دفنهم كمان لوحده يعني أنت بتتحدثي عن جرع عميق والحمد لله أني قدرت كمان ألاقي كبور يعني ألاقي تلت كبور يعني بجهود كان معاي ابن عمي كمان بجهود كبيرة جدا ولا أنه جل الشهداء اللي يستشهدوا في قطاع غزة يدفنوا في مقابر جماعية ودفنتهم على الحدود يعني كان منطقة لبريج وهي منطقة حدودية كان صعب حدا يروح يصلها استطعنا يعني حتى أنه نكرم مثواهم في هناك قصة قصيرة ومؤلمة يعني قبل ما أنه كمان أتحدث على المأساة الأخرى سارة الصغيرة اللي أنتوا شفتوها هو يبتحكي هي بتعاني من أثار صدمة صدمة نفسية كبيرة لأنه أثناء الخروج من الأنقاض اختفت أنا ما لقيتهاش يعني ضلت مختفية مدة ساعتين أنا استعودت عند الله يعني وضلتني مكمل المهمة أني أنا أسعي في الجرحة يعني فصار تحديدا من كل بناتي بناتي ظلوا محوالي صار يعني أنا فقدتها وقعدت أدور وكانت لحظات صعبة جدا جدا فصار بعد ساعتين لقناها أنهم بقين مخدينها على مستشفى وكانت فحصينها ومرجعينها والناس بتسأل في الشارع لمين هذه البنت يعني وكانت الدنيا ليل والحكاية والمأساة اللي مرينا فيها أكبر ما يتصوروا العقل بناتي زي ما أنت شايفاهم البنت الأولى في صف السابع في قول أعدادي البنت الثانية هدى في صف خامس صار تلت سنوات ونص تصور أطفال ليس لهم حول ولا قوة يعيشوا هذه المأساة مثل أطفال الشعب الفلسطيني كله مثل كل أطفال العالم بعين الصحفي عبد الحميد وبعين الأب أيضا تتحدث عن ما مررتم به ولكن اسمح لي بأن أعود مرة أخرى إلى هدى وإلى زوجتك وإلى ليلة أريد أن أسمع منكم وأن تنقلوا تحياتكم وأشواقكم إلى والدكم نشكر يا بابا سمعكم أنا سمعكم أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة لأنه يعني استطاعت الجزيرة أنه نشوفكم يعني احنا مش قدرين يعني وأنا بذلت هذه المرة جهود عشان نشوفكم ونوصل رسالة وإن شاء الله نقدر نشوفكم يعني عن قريب يعني إن شاء الله نقدر نشوفكم عن قريب ويتحقق الحلم ونشوفكم ونرجع إلى ثاني يعني بعد محاولات مضنية حاولنا أنه إحنا نطلع بالمناسبة وهذه راح تكون يعني فرصة أنه نحكي فيها أنه أنا أحمل الجنسية الجزائرية وفي هناك جالية جزائرية في قطاع غزة لازالت تعاني أكثر من 450 جزائري وجزائرية بعانوا لم يتم إجلاءهم لغاية الآن يعني وبناتي يحملوا الجنسية الجزائرية وإحنا بنطالب الرئيس تابون بنطالب المصريين والأشقاء المصريين الرئيس عبدالفتاح الصيسي وبنطالب القطر وأميرها وبنطالب الشعوب العربية أنه تتدخل بشكل واضح وسريع لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني بنطالب إجلاء الجالية الجزائرية اللي موجودة وهي من الجاليات القلة أو هي الوحيدة التي لم يتم إجلاءها في قطاع غزة في هناك مأساة كبيرة وحكايات كبيرة وقصص كبيرة لم تحكى ولم تحكى إلا يمكن بعد سنوات أنا قصة استطعت أن أوصلها بفضل الله وبجهود الزملاء لكن المأساة كبيرة لذلك نطالب الرئيس تابون بإجلاء الجالية الجزائرية هو في البداية زي ما حكى أنا رسالتي وقف اطلاق النار لأن الوضع في غزة ووضع لا يطاق بالفعل لا يطاق بالشكل عام إذا على نفسي أنا وعنفس بناتي مش محتاجين إشي إلا وقف اطلاق النار وبتمنى إن شاء الله إنه عبد يكون عندنا في مصر ويكون خريبا موجود عندنا في مصر أنا مسجل للدكتوراه أنا مسجل للدكتوراه ووصول أكون الآن على مقاعد الدراسة بخصوص وقف اطلاق النار وهذه هي القضية الأكثر متابعة الآن التي نتابع كل أخبارها نحن نحاول ما بين الحين والآخر أن نعرف إلى أين وصلت مسألة الاتفاق وأريد أن أشكركم جميعا سارة لم تعد معنا الآن ليلة وهدى والوالدة وشكرا جزيلا كذلك سيد عبد الحميد عبد العاطي ولكم جميعا جزيل الشكر موسيقى موسيقى